اشتركوا في القناة وخلقه فزوجوه رواه الترمذي وابن ماجه فلا يرد الخاطب لاي اعتبارات مادية او اجتماعية ونحو ذلك وليس من حق الاب او غيره من الاولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول فمن فعل ذلك فهو عاضل واثم والاصل ان عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام لانه ظلم واضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الاولياء فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن سورة البقرة ولكن من المعلوم ان الغالب في الاب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها ومن هنا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة فلا يعد الاب عاضلا لابنته بمجرد رده للاكفاء وذلك لما جبل عليه الاب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها فربما علم الاب من حالها او من حال الخاطب ما لا يوافق فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله واذا تكرر من اب منع الاكفاء من نكاح ابنته فينبغي للعقلاء ان ينصحه ويلتمس سبب رفضه فربما طلع على ما لم يطلع عليه الاخرون فان تبين انه ليس هناك مسوغ شرعي لرفضه فيمكن رفع الامر الى القاضي الشرعي لينظر في الامر فان ثبت عنده العضل امير ذلك الاب بتزويج ابنته واذا رفض زوجها القاضي نفسه او وكل من يزوجها والله اعلم